ماذا تفعل عند حدوث الزلزال الزلزال هو ظاهرة طبيعية تنتج عن حركة الصفائح الصخرية ويحدث فيها سلسلة من الاهتزازات للقشرة الأرضية فتأخذ الموجات الزلزالية بالانتشار من نقطة تعرف باسم البؤرة فتنتقل هذه الموجات عبر طبقات الصخور إلى أن تصل إلى السطح فينتج عنها اهتزازات إما قوية أو ضعيفة فتسبب هذه الزلازل خسائر مادية أو بشرية على حسب قوة الزلزال ماذا تفعل عند حدوث الزلزال عند التواجد في البيت من الضروري أن لا تحاول الخروج من المنزل إذا ما وقع الزلزال وأنت بداخله حتى لا تتعرض لخطر الجدران الآخذ بالسقوط بشكل مباشر ويمكنك بذل من ذلك الاحتماء بالاختباء أسفل قطعة آثاث صلبة كالطاولة أو الاحتماء بمدخل الباب في حال كنت قريبا منه وكنت على يقين بأنه صلب جدا لكي لا ينهار عليك لكن إن كنت بعيدا فالأفضل عدم الذهاب إليه كي لا تصاب بالأذى من الحجارة المتساقطة في طريقك قف بجوار حائط داخلي أو في زاوية الغرفة في حال لم يكن بجوارك قطعة كبيرة وصلبة من الأثاث أو لم تكن بالقرب من مدخل الباب وإن لم تتمكن من ذلك أيضا فانبطح على الأرض وغطي رأسك ووجهك بيديك أو بوسادة قريبة منك وسيوفر ذلك قدرا قليلا من الحماية ابتعد عن النوافذ كي لا يصيبك جروح أو خدوش من الزجاج المتكسر إضافة إلى الأقواس وغيرها من التفاصيل المعمرية لأنها أول ما يبدأ بالانهيار عند حدوث الزلزال ولا تستعمل الكهرباء إلا أن تتأكد أن كل شيء أصبح على ما يرام عند التواجد في متجر للتسوق مثلا وحدث الزلزال فعليك الابتعاد عن الرفوف كي لا تسقط عليك البضاعة انبطح أرضا في حال كان المتجر مليئا بالناس واحرص على تغطية رأسك بذراعيك إذا حدثت الزلزال وأنت في الشارع ابتعد عن البنايات والأشجار والإشارات الضوئية وخطوط الطاقة الكهربائية والجدران أو أي شيء يمكن أن يرهار ويتسبب بإذائك عند تواجدك في السيارة وشعرت بحدوث الزلزال فحاول الابتعاد عن الزحام وتأكد من أنك بعيد أيضا عن المنحضرات الجبلية وإشارات المرور والأشجار ثم أوقف السيارة دون أن تخرج منها فجسمها صلب وسيوفر لك الحماية على الأغلب وحرص على عدم إيقاف السيارة أسفل الجسر المشات أما إذا حدثت زلزال وأنت في مكان مزدحم بالسكان كالمسرح أو الملعب فلا تحاول أن تخرج من المكان وإن أفضل ما يمكنك أن تفعله في مثل هذه الظروف أن تنخفض أسفل الكرسي وأن تحمي رأسك بذراعيك شكرا للمشاهدة